شهر رجب من الأشهر الحرم التي خصها الله عز وجل في كتابه العزيز الذي يسعى الجزائريون إلى الاكتار من الأعمال الصالحة والصيام يا آمنين من الله قبول الدعوات والمغفرة بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رجب هو من شهر الحرمات نفعل فيه صداقات نصام بعض الأيام منه نقرأ القرآن ونصومه والصالة وندعو ربي إن شاء الله ونفيه لك ما قلت لك الإنسان يشتني بالمعاصي وعليه بالطاعات نصيحة الأولى يجب أن نعلم الشاب الشهر للهجرية أول حاجة بس كنت أعيشها قبل الشهر الميلادية بس كنت أعوده نعيشه بشهر الهجرية إنساني مبعث يجيه رجب يجيش حاجة مفاجعة تستعد العائلة الجزائرية لاستقبال الشهر الكريم بغرس الأعمال الصالحة في رجب والاستمرار والمواضبة عليها في شهر شعبان لقطف الثمار والشعور بلذة العبادة في رمضان هذا الشهر هو شاهد علينا وأن اليوم هو شاهد علينا وشف عنا فيه اليوم جديد وعلى أعمالك شهيد فاغتنمني فإني لن أعود مثلا شاهدت اليوم وأن الإنسان عنده عدات القلب محدودة وأنفسهم محدودة وخصص هذا الشهر هذا ليدرب نفسك على فعل الخير تعد هذه الأيام فرصة لكل عبد مؤمن للعودة إلى الله تعالى والتوبة من الذنوب والتضرع إلى المولى تعالى لاستقبال الشهر رمضان الكريم بقلب نقي ونظيف